بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الحمد في الآخرة والأولى وأشهد أن سيدنا ونبينا وقرة عيوننا محمدًا عبد الله ورسوله إمام الهدى وسيد الورى صلوات الله وسلامه عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخوة الإسلام حجاج بيت الله الحرام فمن رحاب البيت العتيق وفي هذه الليلة الكريمة الشريفة المباركة من ليالي العشر في اليوم الرابع من ذي الحجة الحرام سنة ثلاث وأربعين وأربعمائة وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم ينعقد هذا المجلس المبارك لمواصلة الحديث عما امتدأناه في ليال سابقة عن مقاصد حج بيت الله الحرام تقدم أيها المباركون ليلة البارحة أن مقصد المقاصد وأعظمها في الإطلاق توحيد الله سبحانه والعبادات التي شرع الله كلها تدور على هذا المقصد العظيم فهو أم المقاصد ورأسها فما خلق الله الخلق إلا لعبادته وحده ولا أرسل سبحانه الرسل عليهم السلام ولا أنزل عليهم الكتب ولا أقام الحجج ولا كانت المدافعة بين الحق والباطل وسنة الخليقة إلى يوم القيامة إلا لإقامة هذا الأصل الكبير توحيد الله جل جلاله وتعليق القلوب به وحده سبحانه وإفراده بالربوبية والألوهية والأسماء الحسنى والصفات العلا فتعالى الله وتقدست أسماؤه جل جلاله سبحانه وبحمده لا نشرك به شيئا في رحلة الحج يتجلى هذا المقصد العظيم أيما تجلي وقد مر من الباريحة بداية عرض المواضع التي يتلقن فيها الحاج هذا الأصل العظيم ويقرر فيها هذا المقصد الجليل بدأ من الإحرام في الميقات وليس الإحرام هو الدخول في النسك بالنية فقط بل بكل جواريحه ومشاعره عندما يقف تلك اللحظة معلنا دخوله في النسك متوجها إلى بيت الله الحرام فإن أولى معاني التوحيد لا تبرزها هنا عندما يترك وراء ظهره ويطريح من صدره كل شيء سوى الله فما جاء إلا لحج بيته الحرام أو العمرة ولا قصد إلا بيت الله معينا ذلك بثاني المظاهر وهي التلبية وقد مر في مجلس الباريحة معناها وصيغتها وفضلها وحرص السلف عليها والمعاني العظيمة التي تتضمنها عبارات التلبية وهي تقطر توحيدا أما تأملتم كيف شرع لنا في الإسلام تكرار التلبية ورفع الصوت بها والجهر والإعلان حتى إن الصحابة رضوان الله عليهم كانت تبحُّ أصواتهم وحناجرهم من شدة رفع صوتهم بالتلبية وقد قال عليه الصلاة والسلام إن جبريل أمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية هذا التكرار للتلبية وهذا الإعلام بها بكل معانيها التي مضى ذكرها في مجلس الباريحة أما شعرتم أنها تلقين للحاج لنفسه بنفسه فعندما يقولها في اليوم عشرات ومئات وألوف المرات وهو يقول لا شريك لك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيه يكررها مراراً وتكراراً هو والله يذكر نفسه بنفسه فكيف إذا استكت بأذنه أمواج الملبين التي تموج من حوله أصواتهم بأعذب نشيد وأروع كلمات تسمعها أذن من أجساد أحرمت وقلوب توجهت وأفواه بدأت تلبي تلك التلبية العظيمة إنها والله تقرير لمعنى التوحيد نمر في حياتنا بمراحل فيها ضعف وقصور وخلل وزلل ومجانبة عن الطريق فيأتي الحج ويأتي النسك وتأتي الخطوات ومن بينها التلبية لتعيد من جديد إعادة المسار في حياتنا نحو طريق الإخلاص لله عز وجل فهذه التلبية بفضائلها ومعانيها التي تقدمت في مجلس البارحة تقرير وتأكيد على مضمون التوحيد الذي يراد للمحرم أن يقصده في حجه ورغبة في تلقين الحج نفسه لنفسه هذا المعنى العظيم ليعيش في مناسك حجه طالما كان محرما هذا المعنى العظيم في أصل التوحيد ومعناه في مكة عند الكعبة في الصفا والمروى في المشاعر في منا ومزدلفة وعرفات في كل وقت وآن يرفع صوته ليسمع نفسه والدنيا من حوله والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الحج أفضل قال العج والثج قال وكيع يعني بالعج العجيج التلبية والثج نحر البدن فضلا عن الأجر الكريم والموعود العظيم الذي جاء في التلبية ترغيبا فيها ورغبة في إقبال الحجيج عليها فالله الله أيها الحجيج متى أحرم أحدكم بعمرة أو أحرم بالحج يوم الثامن إن شاء الله أو يوم التاسع وتوجه نحو المناسك الله الله في التلبية فإنها زينة الحج كما قال السلف هي شعاره العظيم هي رونقه هي بهاؤه هي النشيد الذي يتغنى به المحرم طيلة رحلة إحرامه حتى يتحلل وهو يعلم أنها كلمات يحب أن يسمعها الله من فيه وهو محرم فينطق بها قلبه ويرتجف بها فؤاده ويعيش بدنه نفضة الإجلال والتوقير مستصحبا في سياق ذلك أنه عبد وافد كريم على رب عظيم والله عز وجل يكرم وفده فأنت في ركاب ذلك الموكب الذي أقبل وافدا على الله فأكثر من التلبية لأن الله يحبها ويحب أن يسمعها ورفع الصوت بها فإن الأجر عظيم ما من مسلم يلبي إلا لبّع من عن يمينه وشماله من حجر أو شجر أو مدر حتى تنقطع الأرض منها هنا وهنا ومعنى الحديث أي تتابعه المخلوقات في تلبيته عن يمينه وشماله إيمانا وتوحيدا لله حتى يكون انتهاء الأرض منها هنا ومنها هنا يعني من جهة المشرق والمغرب وهذا الفضل للتلبية لا يحصل إلا لمن وجد معنى التوحيد الذي تضمنتهم هذان أمرا يتجلى فيهما مقصد التوحيد لله في رحلة الحج الإحرام والتلبية ولا يزال يلبي المحرم حتى يأتي بيت الله فتكتحل عينه برؤية الكعبة المعظمة فيمتلئ بدنه إجلالا ورهبة وتعظيما للبيت العتيق ورب البيت سبحانه وتعالى فأول ما يفعله المحرم من أداء المناسك إذا وصل بيت الله الحرام الطواف بالكعبة وهو في الحج يقع ركنا وواجبا ومستحبا أما الركن ففي العمرة وفي الحج وأما الوجوب فيقع في طواف الوداع على قول طائفة من أهل العلم وأما الاستحباب فأي طواف في أي وقت وأي ساعة من ليل أو نهار لمحرم ولغير محرم الطواف بالبيت عبادة عظيمة وله منزلة في ميزان الشريعة لأنه توحيد خالص لله انظر معي رعاك الله كم مرة طفت بالكعبة ما الذي قام بقلبك وأنت تطوف بهذه الكعبة المعظمة ما على وجه الأرض مكان يشرع الطواف به تعبدا لله سوى هذا البيت الحرام فهذا التفرد توحيد وتعظيم لرب هذا البيت الذي بني على أساس التوحيد كما تقدم مع ما في الطواف من دعاء وذكر وتسبيح وتحميد وتمجيل وسؤال وفقر ومسكنة وثناء على الله عز وجل هذا رب البيت الذي قصده الحجير وهم يطوفون بالبيت يلتمسون البركة والهداية أي بركة؟ ليست بركة التمسح بأحجار الكعبة ولا بأستارها بل بما شرعت العبادة له عند البيت العتيق الطواف؟ واستلام الحجر الأسود إن تيسر؟ ومسح الركن اليمان إن تيسر؟ هذا هو موطن البركة ليش نقول البركة؟ لأن الله قال بركة قال إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة وهدى للعالمين فكل عبد يأتي البيت يطوف به ويدع حوله إنما يلتمس البركة أي بركة تريدها في حياتك عبد الله؟ بركة الرزق والمال بركة الوظيفة والعمل بركة الزوجة والأولاد بركة الحياة بركة الوقت بركة الإنجاز بركة القليل الذي في يدك هذا موضع تغترف منه البركات مباركاً وهدى للعالمين أراد الله أن يكون بيته الحرام بهذه المثابة فيأتي الطواف ليجد فيه العبد حظه من البركة وحظه من الهداية تدري متى؟ إذا قام بقلبه هذا المقصد العظيم توحيداً لله عز وجل يطوف وهو يشعر أنه الآن في ساحة بيت أكرم الأكرمين وأنا أقرب لك الصورة لو وفدت على كريم من الكرماء وعظيم من الأثرياء عرف عنه أنه يعطي الكثير ولا يبالي وما من شخص فقير أو محتاج أو سائل طرق بابه أو دخل داره إلا خرج قانعاً بما طلب ولا يسأل شيئاً إلا أعطي لو أن حاتماً الطائي أو غيره من كرماء البشر عرف بهذه المثابة فأقبلت الناس نحو داره تريد المساعدة والنوال والعطاء وكريم الهبة فإنهم يفعلون شيئاً يظنونه مظنة ذلك الشيء بحسب ما اعتقدوه وما عرف عن ذلك الكريم بالله عليكم ما الذي يجده عبد يدخل بيت أكرم الأكرمين سبحانه ما الذي علق قلبه به ما الذي ظنه بربه وهو القائل عز وجل أنا عند ظن عبدي به والله ما دخل أحد بيت الله إلا وفي قلبه سؤال بل مسائل وعنده حاجة بل حاجات أيقنت أنت تطوف بالكعبة داخلاً بيت الله أنك تطلب الغني الحميد سبحانه الذي بيده خزائن السماوات والأرض القائل جل جلاله في الحديث القدسي يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر فإذا غمست إبرة في ماء بحر ثم أخرجتها فما الذي أخذته الإبرة في تلك الغمسة من ماء البحر ولا قطرة لما تسأل ربك وأنت موقن بالإجابة وأنت تحسن الظن بأن الله كريم لا وأنت وافد وقد وصفك النبي عليه الصلاة والسلام بقوله الحجاج والعمار وفد الله دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم للحاج والمعتمر دعوة مجابة إذا قصد بيت الله الحرام بهذه النية الصادقة الخالصة في ابتغاء ما عند الله يا إخوة هذا توحيد عندما تطلب طلبك وتسأل مسألتك معتقداً اعتقاداً جازماً أنه لا يملكها إلا الله ولا يدبر حاجتك إلا الله ولا يقضي طلبك إلا الله ولا يكشف ظرك إلا الله ولا يعطيك ما تريد إلا الله هذا التوحيد تعليق القلب بالله لتنزع من قلبك ورقبتك وعنقك وذراعك وعضدك كل شيء علقته حساً أو معناً بغير الله تنزع كل شيء وتعتقد يقيناً أنك جئت عند الواحد القهاء عند مدبر الكون عند خالق الخلق عند من إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون تدعو أن تتسأل الله في طوافك في الطواف أيها الحجي تتزاحم الحسنات تتسابق أمام خطواتك وأنت تطوف بهذا البيت الحرام ليقبل الحاج على الطواف مستكثراً منه محققاً مقصد التوحيد لله عز وجل يقول النبي صلى الله عليه وسلم في بيان ثواب طواف الطائفين وخطواتهم في الطواف وما لهم من الأجر والحسنات اسمعوا رعاكم الله يقول المصطفى صلوات الله وسلامه عليه من طاف بهذا البيت أسبوعاً يعني سبعة أشواط فأحصاه كان كعتق رقبة يقول صلى الله عليه وسلم لا يضع قدماً ولا يرفع أخرى إلا حطى الله عنه خطيئةً وكتب له بها حسنةً الحديث صحيح أخرجه الترمذي كم خطوةً خطوت في طوافك وإذا وجدت فرصةً لأن تطوف لكن من الدور العلوي أو من السطح فوجدت أن الشوطى يطول بك في الخطوات ويستغرق الطواف منك ساعةً أو نحوها لا تستكثر فإنه والله مزيد حسنات بكل خطوة ترفع لك درجة وتحط عنك خطيئة هنيئاً والله لتلك الخطوات التي يخطوها العبد طائفاً بالبيت الحرام معلقاً قلبه بكرم أكرم الأكرمين هكذا يقول عليه الصلاة والسلام يقول لا يضع قدماً ولا يرفع أخرى إلا حط الله عنه خطيئةً وكتب له بها حسنة فإذا أتممت الطواف عبد الله سن لك أن تصلي ركعتي الطواف خلف المقام أو في أي مكان السنة أن تقرأ في تلك الركعتين بعد الفاتحة في الركعة الأولى سورة الكافرون وفي الركعة الثانية سورة الإخلاص قل هو الله أحد والسورتان يسميه ما السلف سورتي الإخلاص سورة الكافرون براءة من الشرك لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد وفي الأخير لكم دينكم ولي دين اعتزاز بالدين ولاء لله ودينه براء من الكفر وأهله هذا إخلاص في الدين وفي السورة الثانية تقرأ سورة الإخلاص توحيد لله سورة تكتب سطراً في المصحف لكنها تعدل ثلث القرآن صلى بها رجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فكلما صلى بأصحابه ختم بقول هو الله أحد فأخبروا النبي عليه الصلاة والسلام بصنيعه ذلك كلما صلى بهم صلاة ختم بقول هو الله أحد فقال سلوه لأي شيء يصنع ذلك فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن عز وجل وأنا أحب أن أقرأ بها قال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أخبروه أن الله يحبه وفي حديث صحيح آخر قال حبك إياها أدخلك الجنة هذه سورة وأنت تقرأها في ركعتي الطواف أما رأيت أنه في الحج هو مقصد لأن نكرر معاني التوحيد لله فتقرأ سورة الكافرون وسورة الإخلاص وقد أتممت الطواف تأكيداً على معنى التوحيد لله عز وجل رابعاً من الخطوات التي يتجلى فيها توحيد الله ويبرز فيها هذا المقصد في رحلة الحج الركن الذي تؤديه بعد الطواف وهو السعي بين الصفة والمروة هو من أركان الحج والعمرة وهو مظهر عظيم والله من مظاهر التوحيد عبودية تنطق بالتوحيد في السعي وكثير من إخوتنا الحجيج لا يبصر في السعي إلا مراكضة بين الجبلين في الصفة والمروة وسرعة في الانتهاء والخلاص والبحث عن الرفقة والأصحاب ومن معه ومن تاه وكيف يجتمعون ويخرجون يا كرام السعي بين الصفة والمروة عبادة تنطق بتوحيدك لله عز وجل ولو طبقت السنة فيها لأدركت معنى التوحيد لله تصعد الصفة تستقبل الكعبة تقول كما قال نبيك وحبيبك عليه الصلاة والسلام أدأ بما بدأ الله به إن الصفة والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم قرأ الآية عليه الصلاة والسلام ثم التفت وكبر وقال تلك العبارة الناطقة بالتوحيد التي يشرع للمعتمر والحاج كلما سعى بين الصفة والمروة أن يقولها على رأس كل شوطن عند الصفة وعند المروة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له المل وله الحم وهو على كل شيء قدير ماذا في الجملة سوى التوحيد والنطق به مع التأكيد لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده تقول هذا الدعاء ثلاث مرات على رأس كل شوطن بين الصفة والمروة كلما انتهيت من شوطن وأقبلت على شوطن قلت ذاره وتدعو بينها هذا التأكيد ما هو؟ هو إعلان للتوحيد وهي عبارة التوحيد الجلية الواضحة الصريحة تعلنها على رأس كل شوطن أما إنك تقولها تعلنها لنفسك وتثبتها تدين بها لربك وتتعبد بها في سعيك فتقولها مرات ومرات تكررها على رأس كل شوط أما رأيت أنه خطوات يخطو بها الحاج في طريق التوحيد لله في كل نسك من أداء المناسك في رحلة الحج والعمر وما بين الصفة والمروة يحفه ذكر ودعاء وتسبيح وتمجيد بين الصفة والمروة ابتداء من التكبير والتهديل مطلع كل شوط مع الدعاء المشروع فيه مشتملا على كلمة التوحيد الخالصة ولا يزال يدعو بين الصفة والمروة أو يذكر الله أو يقرأ القرآن أو يرفع مطالبه ومسائله وهو في كل مرة يقول يا رب اللهم إني أسألك يا كريم يا منان يا ذا الجلال والإكرام والله إنها صورة مشرقة من صور التعلق الصادق بالله في أشواط السعي بين الصفة والمروة يتقلب فيها الحاج مدركا أن سعيه بين الصفة والمروة يقوده بخطوات واثقة لتحقيق المطلوب ونيل المراد والله عز وجل في ذلك المكان أكرم أمنا الأولى هاجر التي سعت في ذلك المكان فكان مبتدأ السعي سعيها رحمة الله عليها ورضي عنها لما سعت في قصة مقدم إبراهيم الخليل عليه السلام بهاجر وابنه الرضيع إسماعيل عليه السلام تاركا إياهما في هذه البقعة في مكان ليس فيه إنس ولا ماء ولا شيء وتركهما في دوحة عند الكعبة قبل أن تبنى الكعبة ولم يكن بهذا الوادي شيء قط تركهما وترك عندهما جرابا فيه تمر وسقاء فيه ماء ثم ول عنهما وانصرف فجعلت تناديه هاجروا يا إبراهيم أين تتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه إنس ولا شيء وإبراهيم عليه السلام لا يجيبها فنادته ثانية وهو ماض في طريقه قد ولاهما ظهره في المرة الثالثة لما امتنع عن إجابتها التفتت بسؤال صادق تريد إيقاف هذا السؤال التائه في تلك الصحراء يا إبراهيم الله أمرك بهذا قال نعم قالت إذا لا يضيعون ومضى عليه السلام فلما كان عند البيت على رابية التفت فقال ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير لزرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم تلك اللحظة قال فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وها هي ذي أفئدتنا اليوم هوت هذا المكان فأتت بدعوة الخليل إبراهيم عليه السلام ول وانصرف فجعلت تطعم ابنها وتطعم هي من ذلك التمر وترضعه وتشرب من ذلك الماء حتى نفذ ما في السقاء من الماء ونفذ ما في الجراب من التمر وجعل الطفل الصغير يجوع ويتلوى من الجوع وهي لا تقوى على النظر إليه فانطلقت تبحث عن نجدة وغوث تنشد شيئاً تنقذ به حياتها وحياة رضيعها فصعدت على جبل الصفا وتبصر عن يمينها وعن شمالها هعلها ترى شيئاً في تلك الصحراء القاحلة والوادي الأيبس الذي ليس فيه شيء ثم طفقت تنزل من جبل الصفا تحث الخطى صاعدة نحو المروة مرة واثنين وثلاثاً وسبعة حتى إذا كانت على المروة في الشوط السابع إذا بجبريل عليه السلام يحفر بجناحه الأرض عند الكعبة وهي تسمع صوتاً ثم تقول لنفسها صح تتسمع ثم تقول لقد أسمعت إن كان عندك غواث فانطلقت وإذا بزمزم عين تفور من تحت الأرض عند قدم الرضيع إسماعيل عليه السلام فأتت وإذا بجبريل عليه السلام يطمئنها ويقول لها إن بيت الله هنا يبنيه هذا الغلام وأبوه فلا تخشوا الضيعاً وانصرف يقول الحافظ بن كثير رحمة الله عليه معلقاً أعجب تعليق وأروعه على هذه القصة عند قوله تعالى إن الصفا والمروة أتلوه على مسامعكم رجاء أن يكون حاضراً في ذهن كل من أكرمه الله فحج أو اعتمر وجاء يسعى بين الصفا والمروة يقول رحمه الله تعالى تقدم في حديث ابن عباس أن أصل ذلك مأخوذ من تطواف هاجر وتردادها بين الصفا والمروة في طلب الماء لولدها لما نفد ماءها وزادها حين تركهما إبراهيم عليه السلام هناك ليس عندهما أحد من الناس فلما خافت الضيعة على ولدها هناك ونفد ما عندها قامت تطلب الغوث من الله عز وجل فلم تزل تتردد في هذه البقعة المشرفة بين الصفا والمروة متذللة خائفة وجلة مضطرة فقيرة إلى الله عز وجل حتى كشف الله كربتها وآنس غربتها وفرج شدتها وأنبع لها زمزم التي ماءها طعام طعم وشفاء سقم يقول فالساع بينهما ينبغي له أن يستحضر فقره وذله وحاجته إلى الله في هداية قلبه وصلاح حاله وغفران ذنبه وأن يلتجأ إلى الله ليريح أن يلتجأ إلى الله عز وجل ليزيح ما هو به من النقائص والعيوب وأن يهديه إلى الصراط المستقيم وأن يثبته عليه إلى مماته وأن يحوله من حاله الذي هو عليه من الذنوب والمعاصي إلى حال الكمال والغفران والسداد والاستقامة كما فعل سبحانه وتعالى بهاجر عليها السلام يا كرام لطيف قول بعضهم هاجر لما قامت تسعى بين الصفا والمروة قامت تنشد شربة من ماء تنقذ حياتها وحياة رضيعها لكن عطاء الكريم لما أدركها سقاها بماء تروي الخليق إلى يوم القيامة أحسن الظن بالله وادعوه ضارعين خاشعين وأنتم تطوفون بين البيت الحرام وأنتم تسعون بين الصفا والمروة فوالله إن رب هذا البيت كريم وعطاؤه عظيم ولو أعطاك لا أدهشك ويعطيك مناك وفوق مناك لكن علق القلب بالله وأحسن الظن بالله واصدق في توكلك على الله واجعل في أداء المناسك تحقيق هذا المقصد الجليل الكبير بارزا واجعله شعارك ودثارك لا ينال هذا الكرم والعطاء إلا عبد صدق في توحيده لله وتعليق القلب به وحده سبحانه لنزيح كما قلت كل تعلق ربما تعلقت به قلوبنا أو أعناقنا أو أيدينا سواعدنا وعضدنا ربما علقنا بها خيطا أو سلسالا أو قلادة نظن أنها تدفع العين وتكشف الضر وأنها ترفع البأس وتجرب العافية الذي ينفع ويضره والخالق سبحانه والله قد قال لنبيه ومصطفاه عليه الصلاة والسلام ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم والله ما طاف عبد بهذا البيت ولا سعى ساع بين الصفى والمروى وفي قلبه أي مصيبة وكربة وفي نفسه أي حاجة ما زال ينتظر قضاءها وطلبا وموعودا ما زال يتربص به عبر السنين ما طاف أحد ولا سعى محسناً الظن بربه صادقاً في سؤاله وطلبه إلا أعطاه الله يقيناً والله هذا عطاء رب البيت وكرم أكرم الأكرمين سبحانه لكل من سأل وطرق الباب وطعى وتضرع والتجى فكيف بوافد كريم يأتي عند بيت ربه سبحانه وهو يقول لبيك اللهم لبيك خامساً يأتي في خطوات الحج في أعظم مظاهر التوحيد لله ركن الحج الأعظم الوقوف بعرفة وقد قال عليه الصلاة والسلام الحج عرفة وظيفة الحاج يوم عرفة ما هي؟ الدعاء لا شيء يصنعه الحاج يوم عرفة بعد أن يصلي الظهر والعصر جمعاً وقصراً إلا الدعاء التفرغ لذلك الدعاء والتضرع والإخبات إظهار الافتقار والذل للكريم الوهاب هذا هو التوحيد يراد لك يوم عرفة أن تنقطع عن كل شيء في الكون ولا تتعلق إلا بالله ولا تتوجه إلا إلى الله ولا تدعو سوى الله ولا تطلب إلا الله في ذلك اليوم العظيم أنت تترك كل شيء من حولك حج النبي عليه الصلاة والسلام ولما وقف بعرفة ترك زوجته بل زوجاته التي صحبنه جميعاً رضي الله عنهن بل وترك الصحابة الذين صحبوه وهم كل الأمة آنذاك مئة ألف وعشرون ألفا كلهم يريد رسول الله عليه الصلاة والسلام وكلهم يحب أن يكون بقربه وكلهم يحتاج أن يسأله ويحتاج أن يفهم منه وأن يكون بمقربته لكنه صلى الله عليه وسلم يوم عرفة ترك كل ذلك جانباً ولما قضى الصلاة توجه إلى القبلة على ظهر ناقته القصوى فلم يزل واقفاً متضرعاً داعياً يسأل الله حتى غربت الشمس ساعات متصلة ولولا أن بعثوا إليه بقدح فيه لبن فشرب منه صلى الله عليه وسلم لظنوا أنه صائم أنت متخيل أن تمضي الساعات والأمة من حوله كلهم يفرح به يريده يحتاج إليه فيترك كل ذلك عليه الصلاة والسلام ليعلمنا كيف يحقق العبد عبوديته لربه يوم عرفة فإذا أكرمك الله وكنت من الواقفين على صعيد عرفات في ذلك اليوم العظيم فالله الله فإن وظيفة ذلك اليوم الدعاء وإذا قلنا الدعاء فهو التوحيد الصادق لله الدعاء ما هو إنك إما أن تحمد الله وتثني عليه فهذا توحيد له سبحانه أو ترفع مسألتك وتقول يا رب بيتي زوجي ديني وظيفتي مرضي أحيائي وأمواتي تطلب أي شيء أنت في هذا في صميم التوحيد لأنك ما علقت قلبك إلا بالله ولا سألت إلا الله ولا طلبت إلا منه سبحانه هذا موقف جليل عظيم أمة الإسلام يترقبه الحجيج كل عام الوقوف بعرفات تدري لي ما؟ لأنه ليس دعاء فحسب وليس تضرعا وبكاء فحسب لا بل هو موقف شريف وأي شرف جليل وأي جلالة موقف يباهي فيه الخالق سبحانه بعباده المخلوقين الضعفاء وإن الله عز وجل ليدنو ثم يباهي بهم للملائكة فيقول ما أراد هؤلاء وفي رواية وانظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا أشهدكم أني قد غفرت لهم والله إن الموقف لا يستحق أن يفرح فيه العبد بربه وأن يفخر بملاقاته له في ذلك اليوم العظيم تدركون ما معنى أن تكون المباهات من الخالق بالخلق من الغني سبحانه الحميد عن خلقه أجمعين فيباهي بهم رغم ضعفهم وذنوبهم وخطاياهم وتقصيرهم موقف في غاية التجلي والعظمة التي من رزق الوقوف بها وأدرك ساعتها فذاك يوم السعد والله تلك سعادة الحياة أن تقف موقفا يباهي بك ربك عز وجل ملائكة السماء عليهم السلام ذلك الخلق الكريم الذين لا يعصون الله ما أمره ويفعلون ما يؤمرون تأتي عليك ساعة يباهي بك ربك جل جلاله أولئك الخلق الكرام عليهم السلام ليس لعظمتك لكن لعظمة العبادة التي جئت محرما بها كاشفا رأسك مجردا جسدك ناطقا قلبك بتوحيدك لله ذاك موقف عظيم ما رؤي الشيطان أصغر ولا أدحر منه في يوم عرف وذلك لكثرة ما يرى من عتق الله لعباده موقف عظيم ويوم جليل كريم هذا الموقف العظيم لبه التوحيد لله وقوامه إظهار الفقر أمام الله والطلب والسؤال والطمع فيما عند الله هو التوحيد الخالص لله بل دع عنك هذا كله واسمع إلى قول المصطفى عليه الصلاة والسلام في فضل دعاء يوم عرفة وهو خير الدعاء وكلمة التوحيد وكلمة التوحيد هي أعظم الدعاء وأفضله في ذلك اليوم العظيم خير الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير والحديث حسن أخرجه الترمذين أرأيت خير كلمة ترفعها إلى السماء في صعيد عرفات كلمة التوحيد مع أنك ما قلت يا رب بيتي وزوجتي وأولادي ووظيفتي وأمراضي وديوني ما سألت لكن حسبك أن تصعد كلمة التوحيد من فيك بل من قلبك إلى السماء تشق العنان فتصعد عند أكرم الأكرمين ليجد عبده الموحد واقفا في ذلك الموقف العظيم فلك والله من الكرم والعطاء ما لا يخطر لك على بال إن لقيت الله عز وجل بهذا التوحيد الخالص واليقين فيما عند ربك جل جلاله هذا خامس المواقف التي يتجلى فيها في أداء المناسك مقصد التوحيد وأما سادسها فنحر الهدي وهو من مناسك الحج كما تعلمون ينحر الحاج المتمتع والقارن هدي الحج وجوبا وغيرهما ينحر استحبابا نعم ليس على الحاج المفرد هدي واجب لكنه لو تطوع فهو حسن بل حتى المتمتع والقارن الذين يجب عليهم الهدي إنما الواجب شات أو سبع بقرة أو سبع بدن فماذا لو أراد أن يزيد عمل عظيم وسنة كريمة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم حج النبي عليه الصلاة والسلام فنحر مئة بدن وكان يكفيه سبع واحدة عليه الصلاة والسلام نحر ليعلمنا أن النحر عبادة أمر الله بها جنبا إلى جنب مع الصلاة فصل لربك وانحر واقترنت مع الصلاة قل إن صلاتي ونسكي ومحيايا ومماتي لله رب العالمين لا شريك له إذن هو توحيد عندما تضع شاتك أو يضع الجزار سكينته على رقابتها ويسمي الله عليها ويذبحها أما علمت أنها عبادة عظيمة يحبها الله ويقع دماؤها في الميزان قبل أن تقع على أرض أما شعرت أن تلك الأضاحي والهدي قربان يقربك إلى الله وفي النهاية اللحم لك وأنت المستفيد من جلدها وعظمها ولحمها تأكل وتتصدق وتهدي لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله الذي بقلبك التقوى عندما اشتريت أضحيتك ودفعت ثمنها وذبحتها وأنت متقرب بها إلى الله عز وجل ما قام بقلبك إلا إرضاء الله الذي أمرك بذبحها فالذبح عبادة عظيمة ونحر الهدي مظهر من مظاهر التوحيد تسمي الله عليها وتذكر الله وتتبع في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام وقال سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة كما يقول ابن كثير يخبر سبحانه أنه لم يزل ذبح المناسك وإراقة الدماء على اسم الله مشروعا في جميع الملل وقال القرطبي رحمه الله أمر الله تعالى عند الذبح بذكره وأن يكون الذبح له لأنه رازق ذلك ثم رجع اللفظ من الخبر عن الأمم إلى إخبار الحاضرين بما معناه فالإله واحد لجميعكم فكذلك الأمر في الذبيحة إنما ينبغي أن تخلص له هذا الحج إحرام وتلبية وطواف وسعي ووقوف بعرفة ونحر للهدي ماذا بقي في خطوات المناسك بقي عبادة تتخلل كل ذلك إقامة ذكر الله عز وجل وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ظامر يأتين من كل فج عميق لما؟ ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله هذا مقصد لأجله بنية الكعبة ولأجله أذن الخليل عليه السلام بالحج ولأجله جئتة حج لما؟ لإقامة ذكر الله ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات سيأتينا تفصيلا بعد غد إن شاء الله الحديث عن مقصد إقامة ذكر الله تفصيلا ففيه حديث لا يستغني عنه حاج ولا معتمر وكل من قدم هذه البقاع الطاهرة ووقف في المشاعر المعظمة وخطت خطواته في تلك البقاع العظام حق عليه أن يملأ خطواته ولحظاته بذكر الله عز وجل لأنها الشاهد ولأنها روح الحج وهو عنوانه الكبير ذكر الله عز وجل هو من صميم توحيد الله كيف تذكر الله؟ حال الإحرام أفضل ما تذكر الله به تلبيته وقد تقدم ما فيها من معاني التوحيد والإخلاص لله رب العالمين وبعد التحلل من الإحرام يوم العيد فما بعده من أيام التشريق أعظم ما يشغل به الحاج وقته والوقت وقت عيد وأيام تشريق كثرة التهليل والتكبير والتحميد وهذا من ذكر الله عز وجل وسيأتي حديثنا عن ذكر الله تفصيلا سواء كان ذكرا مطلقا كما يذكر الله في عرفات ومنا ومزدلفا ذكرك لله الآن هذه الأيام أخي الحاج وأنت تنتظر الإحرام بالحج بعد فراغك من عمرتك أنت تذكر الله بقراءة القرآن تذكر الله بالصلاة تذكر الله بكل عمل صالح تتقرب به إليه وتذكر الله في كل لحظة وآن مستشعرا أن مقدمك إنما جاء لأمور عظام جاء من بينها إقامة ذكر الله وهو مظهر عظيم من مظاهر تحقيق مقصد التوحيد لله عز وجل هذه المعالي التي يتنقل فيها الحاج بخطواته بدءا من الإحرام ثم لا يزال ينتقل بين تلك المناسك عرفة ومزدلفة ومنا الحرم والطواف والسعيد فإذا انتهى من منا ورجع ينتظر طواف الوداع والطواف طواف كما تقدم فإذا فرغ فإنما يختم حجه ورحلته بدعاء صادق يتقرب فيه إلى ربه الذي أكرمه وأوفده وأتى به أن يمن عليه بقلب صادق وتوبة نصوح وقبول لنسكه الذي قدم به مظهر عظيم يعيش فيه الحاج في كل خطوة من خطوات المناسك معنى التعظيم لله وإفراده سبحانه بل حتى حلق شعر الرأس وهو من أداء المناسك في العمرة والحج فإذا جئت تحلق أو حلق لك الحلاق يسن له أن يذكر اسم الله ترمي الجمرات وكل حصات ترميها تذكر الله معها قائلاً الله أكبر صدقني ليس يخلو خطوة من خطوات الحج إلا وفيها لذكر الله موضع وهذا يربط الحاج بقلبه وقالبه بذكره لربه وخالقه في كل شأن من شؤون الحج هذا أعظم مقاصد الحج توحيد الله وتعليق القلوب به لنقول معشر الحجيج بكل صراحة وكل صدق ومكاشفة إن بعضنا ربما زلت به القدم في بعض مراحل الحياة وبلغت به مواطن الضعف التي اعترضته في الحياة بمرض أصابه أو ضيق ألم به أو كربة أغلقت عليه أبواب الفرج أو مصيبة حلت بساحته أو مطلب طال انتظاره أقول ربما ضعفت النفوس ونحن بشر ضعفاء فأوقعها الشيطان في بعض المواقع التي يختل فيها معنى التوحيد لله كمثل إتيان السحرة والكهان وتصديقهم فيما يقولون واعتقاد أن أحدهم يملك تحقيق المطالب وكشف المكاره ودفع المضار وتحقيق المطلوب من ولد وزوجة ورزق ومال أو يأتي كاهنا ليبحث عن شيء من علم الغيب الذي استأثر الله تعالى به فقال وعنده مفاتح الغيب وقال إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وعندما يظن أن كذابا ودجالا يستعين بجد يسترقون السمعة فيخط له الخط أو يقرأ الكف أو الفنجان أو يخط في الرمل أو ينظر في النجوم ليقول له إنك كذا وحصل لك كذا وسيكون من شأنك كذا فينصرف مصدقا فحذاري فإنها واحدة من حفر الوقوع في منافات التوحيد يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أتى ساحرا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وقال في الحديث الآخر من أتى كاهنا أو عرافا لم تقبل له صلاة أربعين يوما يا قوم المسألة ليست بالسهولة هي خطيرة غاية الخطورة وسر ذلك أنها منازعة لله في توحيد استأثر به الله سبحانه وتعالى وربما زلت القدم ووقعت في ضعف فظنت أن بعض المخلوقين من الأموات أو الأحياء يملك شيئا من أمر الكون وتدبير الرزق وتعجيل المنافع فيأتي بعضهم إلى المقابر والأضرحة ليقدم النذور والصدقات والقرابين ويدفع الأموال يظن أن صاحب هذا القبر نبيا أو وليا أو صالحا أو إماما يظن أنه يحقق له المطلوب ثم يقول أنا لا أدعوه إنما أدعو الله فادعو الله وحده ولا تنتظر من مخلوق مثلك فقير إلى الله كمثلك إلا أنك تلتمس الرضا والرحمة والعفو ونيل المراد من ربك الخالق سبحانه وربما زلت القدم فظن بعض الضعفاء أن مخلوقا ممن يزين لهم الباطلة ويدعي الولاية كذبا وزورا فيدعون عنده حوائجهم ويقربون له القرابين ويسوقون له الأموال والهدايا من أجل أن يشفي مريضهم وأن يحقق مرادهم وأن يرزق العقيم الولد والعاطل الوظيفة والأعزب الزوجة وهكذا يظنون أنهم بمقصدهم لأولئك الدجاجل يحصلون على المراد فيقدمون ذلك ويعلقون قلوبهم بمخلوق مثلهم يا كرام باب الله واسع وكرمه عظيم ولم يرد أحدا عن بابه إنما العبد الذي يصدق في إقباله على الله محققا توحيده لله ذاك الذي امتثل مراد الله فعسى أن ينال ما وعد الله سبحانه في رحلة الحج يتجلى مقصد التوحيد أعظم المقاصد وأجلاها في كل خطوة تخطوها في المناسك يدعوك الداعي إلى أنها هنا موضعا يراد لك فيه أن تعلق قلبك بالله في الطواف والسعي في عرفة ومينة ومزدرفة عند الجمرات وعند ذبح الهدي ونحر الأضاحي في كل مكان يراد لك أن يقال لك أفق عبد الله ولا تعلق قلبك إلا بالله ولا تسأله إلا إياه وعلم علم اليقين أن الله عز وجل خالق الخلق ومدبر الكون ويعطي من يشاء بلا حساب يعطي من يشاء ولو تعذرت الأسباب ولو مغلقت الأبواب لأنه إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون دعا زكريا عليه السلام وطلب الولد قال وكانت امرأتي عاقرة وقد بلغت من الكبر اعتي فالولد لا يأتي لا منه ولا منها أما هو فقد بلغ من الكبر ما لا يأتي بمنه بالولد وأما هي فعقيم بالله عليكم في عالم الطب اليوم أو مثل هذا يمكن أن يرزق الولد لكنه لما علم علم اليقين أن الله الوهاب ولما سأل مريم وقد وجد عندها رزقا قال يا مريم أن لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب انظر إلى سرعة الالتفات واقتناص المعاني هناك دعا زكريا في تلك اللحظة وقعت الكلمة موقعها هناك دعا زكريا رب قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء هو يعلم ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى دبه نداء خفية قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولكن إيش ولم أكن بدعائك رب شقية هذه الذي إذا تحققت تحققت المستحيلات ولم أكن بدعائك رب شقية وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة وقد بلغت من الكبر عتية لما دعا وسأل الله بصدق قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء انظر إلى سرعة الإجابة فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحرام ما فرغ من صلاته أن الله يبشرك بيحيا مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين طلب الولد فانظر ماذا أعطاه الله أعطاه الولد والنبوة والسيادة والصلاح والنبوة من بعده أحسن الظن بالله في رحلة الحج يعلمنا كل شيء فيه وكل خطوة من المناسق كيف تعلق القلوب برب عظيم وعد وعطاؤه حق سبحانه وتعالى فإذا أقبلت الحجيج في رحلة الحج حققت هذا المعنى العظيم ليكون أعظم ما يمكن أن يرجع به الحاج من حجه تحقيقه لمقصد توحيده لرب العالمين سبحانه وتعالى هذا إذن أعظم المقاصد ورأسها وأجلها الذي استفتحنا به حديثنا عن مقاصد الحج ولنا في الحديث عن مقاصد الحج تباع في مجالس مقبلة في الغد وبعده إن شاء الله فيما يمكن أن نستلهمه من النصوص وما يبرز في خطوات أداء المناسق ينبغي أن يحضر في رحلة الحج عند كل حاج ليحقق بحجه الهيئة الظاهرة بالعبادة بالبدن والهيئة الباطن بما يقوم بقلبه من حظه من عبوديته لله في الحج كما تخطو قدماك وترمي يداك ويحلق رأسك فإن قلبك له حظ من رحلتك في حجك وفي ختام مجلس الليلة معشر الحجيج رحلة الحج رحلة قصيرة وأيامها معدودة لكنها والله كفيلة متى رعاها العبد واعتنى بها واجتهد في تحقيق مراد الله فيها هي والله كفيلة بأن تعيد لك السعادة في حياتك من أوسع أبوابها وأنت شعيش سعادة الدارين في دنياك وأخراك فحذاري أن تفوت عليك هذه الأيام بحلاوتها ومتعة التعبد فيها لله وصدق الالتجاء إليه ومتعة التلذل بمناجاته والانكسار بين يديه فإنها والله غاية السعادة وتمام المتعة والتلذذ بعبودية رب البيت في رحاب البيت وأن تترك بيتك إلى بيته الحرام وبلدك إلى بلده الأمين جئت تطلب ما عنده ما حمل كذلك على شيء سوى الطمع فيما عند الله ما جئت ها هنا ترجو شيئا من مصالح دنياك مقدما على كل شيء ولا أردت شيئا تحوزه لمصالحك وحظوذك الفانية إنما أردت ما عند الله فإذا صدقت في إقبالك على ما عند الله ولا حملك على ذلك إلا خطاك الصادقة فأكرم وأنعم بك وافداً كريماً على الله فأحسن الظن به واصدق في تعلقك به واستثمر هذه الأيام وصيتي معشر الحجي الساعات والدقائق التي تمر بكم في رحاب هذا البيت الحرام هي والله أنفاس نفيسة فلا تذهب عليكم سدى ولا تتفلت عليكم الأوقات وتتصرم عليكم الأيام في شيء يمكن أن يقضى في كل مكان سوى هذا المكان المعظم من عظم الزمان وعظم المكان أدرك أن لهذه العظمة ثمناً ينبغي أن يبذل وأن من وراء ذلك التعظيم مقام كريم يبلغه العباد ما كل من رغب في الحج استطاع الوصول ولا كل من بذل الأسباب وتهيأت له استطاع القدوم لكنك اليوم ها هنا في رحاب بيت الله قد وصلت فهنيئاً لمن وصل إلى الباب إذا طرقه أن يفتح له أنت اليوم في رحاب بيت الله فاستثمروا أيامكم فإنها معدودة واجعلوا رحلة حجكم حافلة عامرة بتلك المقاصد الجليلة العظيمة ورأسها توحيد الله فإنها رحلة قصيرة وسرعان ما تعود القوافل إلى ديارها وتعود جموع الحجيج إلى مواطنها وملء قلوبها الفرح والسرور والبهجة بأن الله قبلها وحقق مناها وقبل حجها ورجعت وقد غفر الله ذنبها اللهم فإنا نسألك بأسمائك الحسنة وصفاتك العلا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا من تعلقت به القلوب وتوجهت إليه الوجوه واتفعت إليه الآياد وانتصبت له الأقدام نسألك يا حي يا قيوم كما أكرمتنا بالقدوم إلى بيتك الحرام وبلغتنا هذه المواضع العظام أن تيسر لنا حج بيتك الحرام في يسر وأمان وسهولة وطمأنينة يا ذا الجلال والإكرام اللهم املأ قلوبنا بحبك وتعظيمك وإجلالك يا ذا الجلال والإكرام اللهم اجعلنا من أقرب من تقرب إليك ومن أوجه من توجه إليك واجعلنا من أخصهم زلفة لديك يا رب العالمين اللهم ألزمنا عتبة العبودية وارزقنا السعادة الأبدية وادفع عنا وعن كل مسلم كل شر وبلي إله الحق يا سميع الدعاء تعلقت بك القلوب واتجهت إليك الأبصاء وارتفعت إليك الأياد اللهم قد علمت أن لكل منا حاجته اللهم فآتي كل سائل سؤله وأعطي كل مؤمل فيك ما أمله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار نسألك يا رب من كل خير خزائنه بيدك ونعوذ بك من شر كل ذي شر أن تآخذ بناصيته اللهم أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عن من سواك هذا الجلال والإكرام اللهم إن الفضل فضلك والخير خيرك والبيت بيتك والعبد عبدك ولا حول لنا ولا قوة إلا بك فاملأ قلوبنا يا رب إيمانا بك وتصديقا بوعدك وحبا لك يا حي يا قيوم اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى نسألك من كل خير سألك منه نبينا صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه نبينا صلى الله عليه وسلم واكتب لنا ولجميع الحجيج حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم أنت المستعان وعليك التكلان اللهم أنت المفوض وعليك المعول يا حي يا قيوم اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك لا نحصي ثناء عليه أنت كما أثنيت على نفسك وصل يا رب وسلم وبارك على الحبيب المصطفى والنبي المجتبى رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين